اشتركوا في القناة بالاضافة الى تكثيف الاليات اللازمة لحماية افراد المجتمع خصوصا مع العوامل التي قد تزيد من انتشارها عمل متواصل متباعة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة في البحرين يقوم بها عدد من المختصين بخسم ادارة الصحة العامة بحملات دورية يومية لمكافحة البعوض البالغ واليرقات وذلك باستخدام آلات الرش والتطبيب الحراري إلى جانب استخدام المبيدات الخاصة للحد من انتشار البعوض بالاضافة الى تكثيف الاليات اللازمة لحماية افراد المجتمع الجهود المبذولة في غرض مكافحة البعوض طبعا تتركز في القضاء او البحث عن البؤر الصالحة لتكاثر البعوض والتخلص من هاي البؤر مكافحتها يكون اما يكون باستخدام المبيدات او بالتخلص من الماء الراكد بناء على قائمة الطلبات تتم المتابعة للتنسيق في اسرع وقت ممكن عبر الاتصال لطالبي خدمة المكافحة والتأكيد على نوع الخدمة المطلوبة بالاضافة لتوضيح طريقة المكافحة المناسبة لنوع الحشرة والطرق الممكنة لتفادي استخدام مبيدات الحشرية في حال كان الاستغناء عنها حالا اما في حال رغبتهم بالكشف داخل المنازل نحدد وقت زيارة معهم من اجل الذهاب المعاينة والتركيز على بؤر التوالد ومعالجتها عوامل كثيرة وراء انتشار البعوض والحشرات في هذه الايام والتي يرتبط تكاثرها بمواسم معينة لتصبح مزعجتا للبشر وبالرغم من المكافحة المستمرة من قبل ادارة الصحة العامة لمنع انتشارها الا ان هناك اسباب تساعد على تكاثرها نوع البعوض طبعا عندنا نوعين عندنا بؤر توالد داخلية وخارجية الداخلية عندنا مثل الاصيصات بدرجة اولى عندنا الشلالات الصناعية المهملة نوافير المهملة وتكون بعد بالاضافة الى مثلا الاطارات المهملة ايضا هذه جزء من انواع البؤر والتوالد الداخلي واحنا يعني كوزارة الصحة نعالج المنطقة الخارجية تعرفونا مكان بؤر تواجد الشغلات هذه الفطريات والشغلات اللي تسبب البعوض يعني مثلا الشلال الاحواض المكانات اللي تكون فيها الماء الراكتي حملات مستمرة في مختلف مناطق المملكة تسير وفق جدول معين وليس هذا وحسب بل تأتي شكاوى المواطنين من انتشار البعوض داخل منازلهم على قائمة اولويات المختصين نظرا لأهمية هذه الشكاوي في تحديد طريقة مكافحة انتشار هذه الحشرات بين المنازل جهود مكثفة وخطط متكاملة لاحتواء انتشار الحشرات والبعوض تقوم ادارة الصحة العامة بها وذلك من خلال العمل على تنظيم حملات لرش المبيدات بشكل دوري ومنتظم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالاضافة الى متابعة احتياجات المنازل لرصد بؤر تكاثر بداخلها خولة لغرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة